النموذج الثاني اعزائي نموذج كانت هو اي مهم موسوعة الفلسفة عبدالرحمن بدوي المجلد الثاني اريد اتكلم في من اعزائي في اعظم فلسفة العصر الحديث الحق والانصاف كذلك المتولد في الف سبعمية واربعة وعشرين والمتوفى في الالف وثمانمية وشكت اربعة عمره ثمانية سنة ولكنه المفتاح المحرك للفكر الفلسفي الغربي بل الفكر البشري ولهذا انت الان ادخل اي جامعة من جامعات شنو الفارسية والعربية والهندية والاردية والكذا كانت حاضر له مو حاضر مولانا لا يومي اذا ما تعرف كانت يقولون انت ابن هذا العصر او لست ابن هذا العاصر لا تعرفوا شيئا خلوا ذهنكم يا عزائي هوي مهم كانت ماذا يقول مو اريد اشرح كانت انا ربع ساعة اريد مو اكثر اللي لا يتلخص كانت في ربع ساعة ولكنه حتى ابين لك عندك كم ركن في نظرية المعرفة عنده وي مهم مع عزائي التفتولي الركن الاول يقول من اين تثبتون ان العقل الانساني صمم بنحو يستطيع ان يفهم كل شيء عن الحقائق انا ادعي هو يقول انا ادعي ان العقل الانساني يفهم بعض الاشياء ولا يفهم ماذا انا اقرب مطلبة بمثال انت هل يمكن ان تتوقع من العين ان تسمع ها العين يمكنها ان تسمع لماذا لان العين صممت لكي ترى ولا تسمع والسمع ما هو يسمع ولا يرى يقول العقل الانساني صمم ان يفهم خمسة بالمية من الحقائق عشرة بالمية من الحقائق ولا يمكنه ان يفهم جنو ان يدرك جنو ها تسعين بالمية من الحقائق خمسين بالمية من الحقائق مو مهم فاذا انت لا تتوقع كل الحقائق تستطيع من ان تفهم لعله والله العالم ان العرفاء ام اشاروا الى هذا بشكل اخر قالوا هناك طور وراء طور العقل يعني العقل عند حد شنو ماذا ويقف عنده وما زاد عن ذلك بعد يستطيع ان يدركه او لا يستطيع لا بد ان يذهب له بطريق اخر هذا ركن اصل اخر في نظرية المعرفة عنده كانت التفتولي جيدا انا وانت في نظرية المعرفة عندنا وان شاء الله تعالى نوفق مثلا نشير اليه في ابحاث لاحقة كل همك ان الاصل هو الواقع وكيف يستطيع الذهن ان يطابق جنو الواقع فالمطابق من اين لابد تأتي من الذهن لو من الواقع من اين من الذهن فان طابق فهو حق وان خالف فهو باطل يقول كاملا هذه مغلوطة لابد القضية تكون معكوسة ان الواقع لابد ان يطابق نفسه مع العقل عقل تقول لماذا يقول لان العقل له قوالب معينة معروفة بمقولات كانت له قوالب معينة فالواقع اذا يريد ان تفهمه لابد ان يطابق نفسه مع من مع قواعدك ومع مقولاتك ومع قوالبك العقلية سؤال خلي ذهنة كامل هاي من اصول نظرية كانت التفت يقول الله سبحانه وتعالى هستريد نفهمه لابد شي يسوي حتى نفهم انا لابد اطابق نفسي معاه هو لابد يطابق يعني شي يسوي شي يسوي قولي الله يصغر نفسه وميصي يصغر طوله ميصي لا تناهي شي يسوي يزوي نفسه متناهي ميصي ما ادلو واضح او لا فانتهى الى اصل ثالث خلي ذهنكم يومي قال ومن هنا فالعقل الانساني لا يستطيع ان يفهم وان يثبت لا يفهم الله ولا ان يثبت وجود الله لانه هذا الله قابل لان يدرك من هذا العقل النظري ما له مقابل اذا اغلقوا الباب عقل النظري يستطيع ان يثبت وجود الله ولا لا يستطيع اغلق باب وجود الله تقول لي سيدنا وين وين احنا يا براهين اثبات وجود الله يقول هي نظرية المعرفة وهي ادلة عندك قدرة ناقش ها المباني ما عدي مشكلة هذا ان شاء الله احنا عندما نأتي الى ادلة اثبات وجود الله في حوار مع الملحدين هاي سنطرحه هنا سنطرح بورية كانت ولهذا كانت التفت لجيدة كانت من افضل من الناحية العربية اللي يريدون يطالعون من افضل من كتب فيه مولانا او من جيد ان لا اقل الدكتور عبد الرحمن بدوي اسمه كتابي اما هو اما نويل كانت مولانا في اللغة العربية باللغة الفارسية اللي ما يطالعون عربي فلسفية كانت نوشتية اشتفان كورنير ترجمي عزة الله فولاد واند مولان من افضل مهم كتاب يعتمع علي معرفة مباني كانت انظروا ماذا يقول هذا الرجل مولان في عبد الرحمن بدوي مولانا براهين وجود الله البرهان البرهان الاول البرهان الثاني البرهان الثالث ويحاول كانت ان يبرهن على ان العقل لا يحرز اي تقدم باتخاذه هذا البرهان او ذاك من هذه البراهين الثلاثة لماذا لان العقل الانساني مصمم بنحو يستطيع ان يثبت لو لا يستطيع لا يستطيع بعد والبرهان كذا والثالث كذا وفي سبيل كذا يدخل مولانا البرهان الوجودي شنوش قاله البرهان كذا شنوش قاله ووووو الى اخره الاعزاء اللي يردون يراجعهم خلاصة هذا البحث اللي يردون يراجعوا اعزائي بامكانهم يرجعون الى هنا التفدولي جيدا عبدالرحمن بدأوا موسوعة الفلسفة اللاهوت النظري وفي باب اللاهوت النظري ينقد كنت البراهين الثلاثة الممكنة لاثبات وجود الله بطريقة عقلية التفد جيدا يقول لا يتبادر ذهنك انه فقط لا يمكن اثبات لا يمكن بالبرهان العقلي النظري نثبت وجود الله كذلك لا يمكن بالعقل النظري ان ننفي وجود الله ما ادري واضحي ولا لان العقل النظري او عقل الانسان مصمم بنحوين لا يستطيع لا ان يثبت ولا ان ينفي بعد ماذا نفعل تقول نذهب الى البعد الاخلاقي او البعد العملي او العقل العملي لكانت وتلك ستكون النتيجة التي سينتهي اليها نقد العقل العملي اذ سيقرر ان قانون الواجب وهو وضروري مطلقا في ميدان العمل يقول بعد لا طريق لك الا البعد العملي والبعد الاخلاقي هذا ان شاء الله تقريره سيأتي في محلي سؤال بش نزود فبناء على مباني كانت في نظرية المعرفة ما يقوله كانت بعد فهمون له قراءة هذه قراءة وانت اللي تعتقد ان العقل النظري عند قدرة كاملة ان يفهم هذه الحقائق وان يفهم وجود الله وان يثبت وجود الله هذا فهم اخر له قراءة اخرى هذه قراءة اخرى لان كل منظومة ماذا ها تختلف ملانة طبعا يكون في علمك هو لا فقط يقول بانه هذا المعنى يقول اثبات الاخرة ايضا لا يتم بالعقل النظر عجيب يقول لا طريقة له الا العقل العمل اثبات ان الانسان مختار وغير مختار ايضا لا يمكن اثباته بالعقل النظر الاعزة اللي عندهم خلق مطالعة ما ادري ايش قد عندكم خلق مطالعة نقد العقل المحف هو كل هاي مباني كلها موجودة وين في هذا الكتاب نقد العقل المحف يعني العقل النظري عما نويل كانت ترجمت منه عزيزي موسى وهبة وهبة اللغة العربية اللي يردوني يراجعوا